اهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الخطاط العردني أحمد أمين تابع أحوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرة البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد في حبها ضيعت عقلي كله وغدوت مجنونا يقاتل ظله فجلست في عز الظهيرة قابضا رمل الطريق وكنت رملا قبله ظلي يسابقني إليه ليشتكي والشمس ترسم في هدوء شكله وهزمت لما سال ليل حولنا فبكى علي وراح يجمع كحله في صفحة الماء الزلال رأيتني صوتا بلا وجه أردد قوله لا طير يحسو من طوية عابر لعن السؤال وقام يبسط بخله أهدي أهدي كنهر ضامئ يجري سدى والماء من كفيه يغسل وحله يا قلبها ما كان أقسى قلبها لما طرقت الباب أرجو وصله فلعله من فرط ما ناديته لبا وأشفق واستكان لعله الحب الحب مثل الشعر إلا أنه في كل جرح كان يغمض نصله وكلاهما وجهان للكذب الذي من صلب ما قلناه أنجب نصله وأنا وأنا بماء الشعر طفل لم يذق طعم النساء فكيف يفتم طفله ما كنت أشكو من مرارة وحدتي حتى رأيت الظلم يعلو عدله فقتلت شعرا واستقلت من الهوى وأنا أحاول في القصيدة قتله شيعتني شيعتني وقبط حزني في يدي والقلب في قلق يقلب رحله وسألت في سوق الكلام عن الذي ألقى إلى سطر الإجابة سؤله قالوا بمحراب الأنوثة ناسكم عبد الدمى دهرا وضيع أهله بعد هذه الجولة في رحب القصيد أدعوكم الآن لمتابعة فقرة هذا كتابي مساء الخير أنا مرام رحمون كاتبة أردنية صدر لي حديثاً تحت مظلة إربت العاصمة العربية للثقافة مجموعة قصصية سميتها قشر البرتقال قشر البرتقال مجموعة قصصية فيها بابان باب الأدب الاجتماعي وباب الموروث الشعبي أو الأدب الشعبي في الأدب الشعبي تتشابه منطقتنا منطقة البحر الأبيض المتوسط بالرقعة الجغرافية كما تتشابه بالموروث الشعبي ففي هذا الكتاب وضعت قصص من موروثنا الشعبي قصص عن العين الحسد السحر شوق الإنسان إلى وطنه كما في جدتي قمر ذكرت فيها قصص عن الأشباح عن ما يخالط الإنسان من الرؤى عن الدفائن عن البحث عن الدفين وهي منتشرة كثيراً هذه القصة في مجتمعنا وموروثنا الشعبي في الباب الثاني الأدب الاجتماعي ذكرت فيهم عدة قصص تحكي عن ما يخالج المرأة في هذا العصر تحديات التي تواجهها المرأة قصص تحكي عن قصص تحكي عن واقعنا تلامس الإنسان داخلياً وأعتقد أن في باب الأدب الاجتماعي ما يسمى بالأدب النسوي أو الأدب الأنثوي الذي عندما تقرأه تشعر أن الكاتبة أنثى حتماً شكراً لكم الخط العربي هذا الفيلم الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم فتابعوا معنا فقرة الخط العربي سوف نتحدث في هذه العجالة عن شكل الحرف قلنا المستوى الأول هو المستوى المسموع والمنطوق والمستوى الثاني المرأي أولاً في الفلسفة في ممكن مصطلح بسيط لنعرف هذا المصطلح حتى نعطي لسادة المشاهدين لمحة بسيطة في شيء يسمى الوعي ومقابل اللاوعي وما بينهما المنطقة المتحولة الوعي هو الذي يستطيع العقل أن يتعامل معه ويتقبله واللاوعي هو خارج نطاق العقل وما بين هذين المصطلحين يوجد شيء اسم المنطقة المتحولة هذا الشيء هل هو موجود في اللغة العربية؟ نعم أقول بكل تأكيد بدي سوف أعطي مثلاً بسيطاً أولاً عدد حروف اللغة العربية الأبجدية 29 وهناك فيه اختلاف حول الهمزة هل هي حرف أم مش حرف يعني من 29 و 30 طبعاً بناءاً على عدد أيام القمر القمر مشان ينطلق من أي نقطة ويعود إلى نفس النقطة يحتاج إلى إما 29 أو 30 يوم فلهذا السبب بنيت بني عدد أحرف الأبجدية على عدد أيام القمر انتهينا طبعاً القمر له أربع وجوه البدر والمحاق والآخره كثير منكم يعرف هذا الكلام بشكل جيد لنعود إلى الخط وسوف أتكلم عن حرف الهاء وحرف الهاء في اللغة العربية يمثل الهواء ويمثل الريح فلهذا سبب الخططين الأكارب أو من يعرف في أنتروبولوجيا اللغة حرف الهاء المفرد يكتب له أربع حركات والأربع حركات تمثل الشرق والغرب والشمال والجنوب طيب هل هذا الحرف في بداية الكلمة له شكل وفي وسط الكلمة له شكل وفي نهاية الكلمة له شكل وسوف نأخذ مثلا طبعاً عندما نقول هاني حرف الهاء هنا مختلف تماماً عن كلمة هاني فالهاء الأولى هنا ما كأني بالنراتف أو السردية التاريخية تقول أنه في الحال الأولى هو في منطقة الوعي ومنطقة وعي أني قادر أتعامل معه بحواس الخمس وأتفاعل معه وعندما كتبنا تهاني صرف المنطقة المتحولة الشكل الثالث عندما يكون في النهاية عندما نقول مثلا كلمة الله جل جلاله عندما نقول كلمة عاصمة عندما نقول كلمة فاتحة الهاء في نهاية الكلمة هنا جاء شكلها مختلف عن الشكلين السابقة إذن في بداية الكلمة كان ضمن الوعي في الوسط كان ضمن منطقة المتحولة وفي النهاية كان ضمن منطقة اللاوعي أي العقل أصبح إلى حد ما محدود في التعامل معه لنقول حرف الميم حرف الميمي مثل الماء والماء له ثلاث حالات المتجمد ثم السائل المعروف ثم البخار في الحالة الأولى المتجمد أستطيع أن نتعامل معه إذا هو ماء واقع في منطقة الوعي ولكن عندما يتحول خطأة هذه الثلج إلى سائل تصبح في المنطقة المتحولة وعندما نسخن هذا القدر من الماء أو هذه الكمية من الماء نسخنها تصبح بخارا عقلي في صعوبة في التعامل أو لا يستطيع أن يعرف أين ذهب الجزئيات الماء طبعا نتكلم عن حالات الماء المعروفة الثلاثة إذا وعي منطقة متحولة لا وعي كل حروف اللغة العربية واقعت ضمن هذا السياق طبعا هل يأتي بالإضافة هل إحنا نتكلم عن حرف الواحد إضافة إلى أنه كل حرف واقع كحرف لوحده إحنا تكلمنا في حرف إنهاء قلنا هاني وقلنا تهاني وقلنا كلمة عاصمة أو فاتحة أو فق الله جل جلاله هنا أخذنا كلمات ولكن إذا أخذنا الحرف نفسه ثلث حروف اللغة العربية واقعة في منطقة الوعي والثلث الثاني واقع في اللاوعي والثلث الأخير واقع في المنطقة المتحولة لا نريد أن نعقد الأمور وأن نضعها في إطار جاف بقدر ما أريد توضيح الغنى والترى الذي تتميز به اللغة العربية عن باقي لغات الأرض طبعا الكثير سوف يقول أو بعض الإخوان سوف يقول ما هذه الأقول وأؤكد أن جمالية الخط العربي وروعة الخط العربي وسمو الخط العربي جاء من تقاطعه الإيجابي مع الفلسفة أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني أحمد أمين فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد أحمد ضيفا على فضاءات والرافدين حياك الله سيد محمد بارك الله بك وأسعب وجودي بقناة الرافدين هذا القناة الأصيل المحترم الله يبارك فيكم يا رب أهلا وسهلا بك السعادة لنا والسرور حياك الله سيد أحمد بداية حضرتك طبعا تعمل أنت الخطات وتعمل الخط العربي أنت مؤسس لشركة لصناعة الأعلان نعم كيف يتم توظيف الخط العربي في صناعة الأعلان بادئا ببدء العمان كونها العاصمة للأردن عند نشأة هذه الأسواق وهذه المحلات تحتاج إلى إعلان حتى تظهر نوعية عملها فكان الخططون الأوائل يعني كانوا بالأساس خططين يعني يعتنوا بالحبر وبالكتابات وخططين قواعديين نعم فابتدوا يعني يحترفوا صناعة الإعلان هذه بداية الأمور ثم يعني توسع الأمر للوحات الكبيرة ثم كانوا يجيدوا تعامل مع اللون ونوعية الخط ودمج الخطوط أيضا مع بعض لدرجة أن الخططين القدامى الذين أنشأوا صناعة الإعلان وكانوا يسمى خطط أرمات أو يافطات أو إعلان كانوا يعني يتنافسوا بينهم في نوعية الخط تناسق اللون يذهب كل خطط لمحترف الآخر أو إلى اللوحة التي ركبت يعني ينظر إلى جماليتها تناسقها أي خط تختار مدى قوة الخط هذه كانت يعني سمت ذاك الوقت مع التطور الذي أصبح واتساع المدينة ودخول العلامات التجارية للسوق واتساع أيضا مدينة عمان أصبح هناك حاجة لزيادة في محلات الإعلان وأيضا تنوع في العمل لهذه الفترة كانت الأمور ضمن قواعد الخط العربي ما يعني قدر المستطاع وعلى حسب قوة الخطات وبرز خططين كثر يعني أثروا هذا الواقع نعم فجاءت الوكالات بشعارات جديدة تحتاج إلى تقنية جديدة نعم ودخل الكمبيوتر في بداية التسعينات على هذا السوق وأصبح تتنوع اللوحات وتزداد حجما وهناك تقليد أيضا للإعلانات التي تكون من أصل البلد التي جاءت منها في هذا الحال يعني دخل الكمبيوتر ودخلت خطوط مستحدثة غالبا من خط النسخ نعم وبالتالي أصبح هي السماء الغالب الآن يعني للأسف لكل الأعمال نعم هل يمكن أن نحدد مرحلة معينة تاريخ معين إلى تأسيس فكرة صناعة الإعلان عبر الخط العربي بداية الصناعة عن بداية تحولها إلى الكمبيوتر لا بداية الصناعة يعني بداية نشأة مدينة عمان تجاريا نعم في الأربعينات والثلاثينات كان فيه لوحات لكن على خجل ثم تطورت أكثر الآن الخط العربي فقط يعني فيه اللوحات للمساجد نعم يحتاج بعض الشركات التي تحمل الصبغة العربية في منتجها النخيل كذا تحتاج إلى شعار ولا أقلب الخط العربي لأن يستخدم في الشعارات أكثر من أنه في الإعلانات وهذا يعني معروف هناك سبعة أنواع للخط العربي وأيضا هناك من يقول أنه خرجت من هذه السبعة هناك أنواع أخرى صحيح ما الخط الذي تميلون إليه في استخدام الإعلان في هذا العمل يعني أكثر الخطوط متداولة أو أكثر خطوط استعمالاً في صناعة الإعلان حسب المؤسسة التي تعملها الإعلان يعني إن كانت مؤسسة تحتاج إلى سلوغن أو إعلان معين يحتاج فيه أنك تكون أنت تظهر المنتج أكثر من الإسم فتحط ألوان معينة وخطوط واضحة مثل خط الرقعة هذا استخدم للخط العربي أو لنستخدم خطوط الكمبيوتر خط الفارسي أيضاً واضح وسهل للقراءة خط الثلث يعني متداخل أكثر يعني يلجأ له بالمساجد وبالمعاهد وبالمكتبات في الأمور فأكثر خطين يعني يستخدموا كانوا الخط الرقعة وهو خط بسيط سهل مقروء للجميع هذا يعني في أغلب اختيار الألوان بالنسبة للخطوط هل تأتي عفوية أم هم لا 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 إذا لم تكن من ضمن عمل هذه المؤسسة يعني ألوان خاصة بها هناك تنسيق شديد هناك يعني اهتمام قوي من الخطات بجمع ألوان تظهر اللوحة هناك فرق أيضاً بين الإعلان وبين اللوحة الفنية الجميلة الإعلان تحتاج أن تظهره فتحتاج إلى تضاد بالألوان في أرض يعني أرضية اللوحة تكون لون الكتابة الأحرف تكون بلون يعني تحتاج إلى ظلال حوالي الكتاب لتظهر هذا العمل يعني يختلف العمل الفني ما أكثر ألوان مستخدمة في هذا الجميل الأصفر الكحلي الأحمر هذه الألوان أكثر الألوان مستخدمة هذه اللي جذب هذا كإعلان نعم إما إذا ربطت في الخط العربي يأخذوا الألوان المتقارب من بعض البني والبيج يعني اللوان فيها تناسق إذن الخط هذا يجب أن تكون له رؤية تشكيلية صحيح حتى يبدع في جانب الخط نعم نعم يجب أن يكون رؤيته أيضاً مبنية على نوعية العمل اللي بده يعملون هذا الزبون يعني إذا اعتبرنا جميل حضرتك اشتركت في بداية سعنيات القرن الماضي في معرض للخط العربي ببغداد بدي أن يعني نفتح خزائن الذاكرة ونتجول معك في زوايا هذه المشاركة حديث ذو شدون بغداد والشعراء والصور لهب الزماني وضوعه العطار مهرجان بغداد فتح نافذة جميلة جداً للخططين وبالذات في الأردن وكان يعني من المهرجانات الأوائل التي طلبت عدد كبير من الخططين من الأردن وأصبحت مشاركة الخطاط الأردنية في مهرجان بغداد يعني استفادة عظيمة حصل منها الخطاط واندمج مع الخطاطين العالميين وبشكل عالم الخطاطين العراقيين أصحاب باع عظيم في الخط العربي وبعد حتى انتهاء مهرجان بغداد أنا ذهبت إلى بغداد قبل المهرجان بـ 73 على ترتيب لمنحة لدراسة المختبرات الطبية في جامعة بغداد وللأسف رجعت قبل المهرجان بيومين بس 11 أرجع مرة ثانية لكن كان في لوحة موجودة مشاركة يعني دراستك الأكاديمية والمختبرات الطبية نعم فهي حبا للخط العربي بداية ثم تحولتها لعمل أصبحت يعني يعمل وكثير من الناس يعني يدرس شيء ويعمل بشيء حسب ما يحب يعني أن يكون في المستقبل أو يعمل أو ينتج ويجد نفسه في هذا المكان ربما أكثر من أي مكان آخر بغداد شارع المتنبي بغداد الأزقة الجميلة التي يفوح منها رياحة الكتاب في شارع المتنبي والمكتبات المنتشرة والأرصفة المليئة بالكتب هذا جو أدباء جو جميل جو لا تريد أن تخرج منه أنا لما ذهبت لبغداد يوميا كنت أطلب من أصدقائي عائلة المصري بارك الله فيهم يعني أطلب منهم يوميا نذهب لهذا الشارع حائلة المصري الذين استضافوك نعم الذين استضافوني بحي المنصور نعم تحديدا يعني من أصول مصرية هم لا هم من أصول فلسطينية من يافا ويقيمونا في العراق نعم ولكن احنا يعني تعرفنا على أصدقاء عراقيين خطاطين بالأساس ومع حضور الخطاطين والفنانين إلى الأردن يعني اعتصار الاحتكاك أكبر المعرض الخط كان في شارع المتنبي لا مش في شارع المتنبي والمعرض كان في نفس بغداد لكن أنا كنا نزور شارع المتنبي أثنان لأنني أنا ما حضرت المعرض شخصيا لوحة اللي شاركت لأنني رجعت قبل المعرض بيومين فبشارع المتنبي يعني أنا شتريت سليات للخط كتب للخط نعم شبلونات لكتابة المنحنيات للآن أحطفظ بها للآن وذهبت بذكر على المكتبة الوطنية تهت في المكتبة الوطنية نعم ما عرفت أخرج من الباب يعني ذهبت في مكان ما أمهات الكتب شيء يعني يعني لو يومك كامل أصبحت في هذه من الصباح في المكتبة نعم إلى آخر نهار ثم ذهبت في شارع متنبي ثم كرادة داخل كرادة ها أنت حصلت وزيارات كانت للأستاذ صادق الدوري والأستاذ حميد السعدي في مكاتبهم نعم طلعنا منهم وأخذت هدية جميلة أعتز بها ذكرت فيها الأستاذ حميد السعدي نعم قبل فترة وأرسلت له إياها لوحة لا تقصر أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم كتبها بجلسة بسيطة نعم وأهدانيها أوجه له يعني بخضياتي نعم 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 هو الأستاذ حميد السعدي الآن على قيد الحياة نعم ضل الله بعمر وأستاذ من ورثة هاشم البغدادي أسلوبا ومنهجا جميل كم يوم قضيت في بغداد؟ ما يقارب العشرين يوم نعم كلهم في بغداد ذهبت مدن أخرى ذهبت يعني لا أذكر الإسم كوني كنت يعني مع أصدقائي لي نعم أخذوني يعني لمناطق في شيء لكن أحببت بغداد كثيرا بغداد يعني عندما تتمشى في جوارع بغداد أو الصباح الباكر سماع صوت حركة أوراق أشجار النخيل نعم هذه لها انطباع في داخل الإنسان وفي وجدانه عميق جدا أنا كل ما أذكر بغداد أذكر هذه الصورة التي منطبعت في داخلي بالكامل نعم ثم الاستفادة العظيمة كانت من الخطاطين العراقيين يعني أطال الله في عمر من على قيد الحياة ورحم الله الذين سبقوا رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم هل زرت بغداد غير هذه الزيارة؟ مرة ثانية لكن كانت قصيرة يعني نعم أيضا مشاركة في معرب؟ لا والله زيارة يعني خاصة نعم ما طالت كثير يعني ثلاثة أو أربع أيام وعدد لكن أتمنى لعودة لزيارة بغداد بعون الله شارة زور بغداد وهي مطهرة ومحررة من دناس الاحتلال الأمريكي واحتلال إيراني وتبعاته يا رب أنت عضو اللجنة تنظيمية مسابقة الخط العربي الأولى والثاني ودي أن نتحدث عن هذه المسابقات ما هي المعايير التي تتبعونها في المفاضلة في مسابقة الخط؟ أولا هي مسابقة الخط العربي هي مسابقة للكتاب المباشرة وهي مسابقة فريدة نعم والحمد لله أكرمنا الله بأن كنا أول من عمل هذه المسابقة في هذا البلد الطيب الحبيب واجتمعت أين كانت هذه المسابقة؟ في العقبة هي رافد جميل لملتقى العقبة للخط العربي اللي إن شاء الله نتحدث عنه نعم والزخرة فيه كانت الفكرة من خلال جمعية أمواج للثقافة والفنون الأستاذ ياسر الجرابعة بأنه نعمل شيء يكون رافد وأن يعني يظهر أيضا الشباب الجدد في الخط العربي ويسمح لهم في المشاركة والكتاب المباشرة والاحتكاك مع الأستاذ الذي يقيم عمله ويستطيع أيضا الخطات من خلال هذه الكتابة أن يعرف أين هو مكانه بالضبط نقاط القوة، نقاط الضعف، الاحتكاك، يزيل هذا الخوف من الكتاب المباشر الكتاب المباشرة أمر صعب يعني هي المسابقات بشكل عام نعم تكتب أنت النص المقترح وترسله بالبريد أو تذهب وتسلمه للجنة المنظمة لأي مسابقة ويجتمع الأستاذ ويحكمه أما مسابقة العقبة هذه كتابة مباشرة يعطى النص قبل فترة يتدرب عليه الخطات ويأتي بأقلامه وأمن له مكان هادئ للكتابة وأوراق ويأتي بأقلامه الخاصة ويكتب النص أمام اللجنة طبعا بجو مناسب ويكون في تنافس جميع الخطاطين موجودين بالخطوط المقترحة للمسابقة أو يكتب أمام الجميع وهذه فرصة لأنه الإنسان يكتب برشاقة وطلاقة ويجد نفسه من خلال هذه المسابقة يعني ما الفرق بين أن تكتب اللوحة وترسلها وبين أن تكتب بالمباشر كالفرق بين التسجيل المباشر واللقاء على هو أمر صعب جدا يعني هناك توتر هناك خوف وخلق طبعا 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 بعدين هي قدرة حقيقية طيب لا نجال فيها المعايير التي تتبعونها في المفاضلة بين المتسابقين المعايير في أي مسابقة كانت للخط العربي أو ليش يعني بالخط العربي توزيع اللوحة الشكل العام قوة الحرف الاتجاهات في الخط مدى جمال السطر والضبط الجيد فيه انسياب الحبر يعني هذه الأمور تساعد كثير بأنه الإنسان يقدر يحكم من المنظر العام تطلبون منهم نماذج مختلفة للخطوط أنواع الخطوط أم خط واحد يعتمد في المفاضلة نحن نقترح مثلاً ثلاث خطوط مثلاً خط الرقع وخط النسق مثلاً والديواني والثلث مثلاً نعطي نص لخط الثلث نعم نقترح هذا النص نعطيه فترة للتدريب نعم يتدرب عليه شهر أسبوعين حسب يعني الفترة ثم يعني يكتب هو النص المقترح والجميع مثلاً نشارك خمس أشخاص في خط الثلث نعم نفس النص ونفس الشيء ولكن نترك له مجال التنسيق العام نعم ضمن النص المقترح أو المطلوب هو ينسق سطره يعمله على التشكيل معين يعمله بثلاث أسطر أربعة أسطر حسب ما يرى الفنان يعني ترك له مساحة للإبداع والحركة في داخل النص ومثل الخط الرقعة والديواني والنسخ طيب الخط ثابت يعني الشكل والأبعاد كيف تصير انفاضلة في الخط الواحد في شكل واحد في قوة الحرف نعم يعني ماذا متى يعني نستطيع أن نحكم على الخطات بأنه خطات قواعدي عندما يرتزم بقاعدة الخط أو النسبة الذهبية للخط العربي التي خلص ثبت عليها الخط العربي فقوة حرفه نعم جمال السطر دقة السطر اتجاهات الكتابات تناغمها تركيب الأحرف مع بعض على السطر وفي الفناجين عند الكتابة هذا كلها يعني معدرة ننسى نكون بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقى معنا اهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الخطاط العربي أحمد أمين أعودي لك سادة أحمد كنا نتحدث سألتك عن المعايير التي تتبع والشكل الواحد الخط حضرتك ذكرت كلمة فناجين ما هي الفناجين؟ يعني مثلا هي مجازية يعني عندما تمد مثلا حرف النون نعم نون مثلا تكتب البنيان نعم البنيان هذا حرف النون فيه مد نعم عندما تمد وتضع مثلا بعده يأتي حرف كاف أيضا تمد الكاف داخل النون هذا شكل جمالي نعم للحرف عندما تركب حرف الدال وبعده ألف هذا برضو شكل جمالي هنا يعني قدرة الخطاط على شكل هذا على صناعة هذا النموذج أو هذا الشكل من السطر متراكب بطريقة جميلة مقروء فيه لمسة واضحة من الجمال والإتقال هذه من المعايير التي يستطيع أن يفاضل بينها يعني يفاضل فيها الأستاذ المحكم اللوحات لماذا تطلقون عليها كلمة فناجين هي لا تطلق هي مدود يعني مد هي كلمة مرسلة يعني التال مرسلة الكاف المرسلة يعني لكن أنا مدود يعني هل لها علاقة بالفنجان لا 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 أنا قلتها قد تكون من عندي يعني أقرب للوصف لكن هي مد حرف ممدود حرف النون حرف التال النهايات مثلي هذه للتراكيب يعني عندما مثلا تكتب نص سطر بخط النسخ وهو أكثر يعني الخطوط فيه تراكيب أو خط الديواني ده ممكن حرف البا مثلا مثلا كلمة كنتو حرف التال تضع التال بهذا الشكل وتضع داخلها حرف الألف والنون أو اللاماليف فهذا تشكيل يعبر عن وعي الخطاط الذي يكتب ولا يكتب متقطعا كلمات متقاربة لا يوجد فيها روح كثيرة هذه من الأسباب التي تميز شخص عن شخص بالمسابقة جميل أعود إلى موقع أو مكان المسابقة حضرتك قلت أنه الملتقيات صارت كلها أو أغلبها في العقبة العقبة جنوب الأردن اختيار المكان هل له علاقة بالخطة العربي عادة ما تكون المسابقات في العاصمة الكبيرة في العاصمة يعني كيف تم اختيار مدينة العقبة التي تبعد حوالي 450 كم عن العاصمة يعني أقصى الجنوب الأردني هذا الموضوع الذي أحب أن أتكلم به مهرجان ملتقى العقبة للفنون والمسابقة في العقبة الأساس الموضوع العقبة هو المنفذ الوحيد البحري للأردن على البحر الأحمر مدينة جميلة مدينة يعني فيها تنوع ثقافي جميل بعدين يعني فيها كل أطياف المجتمع الأردني أسكر العقبة ليست لأهل العقبة فقط يعني كل المجتمع الأردني له تجارة أو سكنة أو مكان إقامة في العقبة وهو مكان متنوع ومكان جميل العقبة جاءت الفكرة من إنشاء جمعية أمواج وهي يوجد أيضا توجه ملكي بأن العقبة تكون مدينة سياحية وهنا ننوه لدور أيضا سلطة العقبة بدعمها لملتقى العقبة والمسابقة جاءت يعني التركيز على العقبة يعني للخصائص الموجودة في مدينة العقبة مدينة العقبة مدينة سياحية جميلة مدينة أهلها طيبون وهذه تحية لكل أهلنا في العقبة الداعمين لنا حقيقة في ملمح جميل جدا يعني قليل اللي انتبه لهذا الملمح الجمهور جمهور في العاصمة أو في أي مكان جمهور الخطط صديق شاعر رسام يحضر ثم يعني يذهب العقبة هناك جمهور بيتي يعني قد يأتي الرجل وزوجته وأولاده ويحضر مهرجان هذا الشيء ملمح ما وجد نهوش في كل الأماكن هذا يعني إضافة إلى استمرارية قد يأتيك في اليوم الثاني أيضا في بعض المهرجانات أو المسابقات يوم صلى الله وسلم أما في العقبة لا يستمر وهو شعب محبة للفنون فيه أيضا إضاءات قوية على الشعر وعلى الموسيقى في العقبة هل المسابقة تقتصر فقط على الأردنين أم هناك لا 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 المسابقة هي للأردن كامل إن شاء الله في دراسة لأنها تكون دولية لكن يعني خطوات نحب أن تكون خطوات فيها نوع من التأني حتى تكون ثابتة وراسخة المهرجان أو الملتقى الملتقى العقبة هو لكل الخطاطين في كل العالم يعني هو يعني الملتقى الوحيد في الأردن الدولي ففي العاصمة يوجد معارض كثير للخط العربي وقمنا بعمل معارض ضاد وفلادلفيا وأكثر من معارض وأيضا لنا أخوة زملاء كثير كثر يقوموا بمعمل معارض لكن المهرج في العاصمة يعني يوم والثاني أما بالعقبة يستمر إضافة لأنها منطقة سياحية فهناك ربط جميل في هذا الموضوع وبالعقبة يعني يأتي الخطاط من شمال الأردن من وسط من أي بقعة في الأردن ويحضر لعقبة يشوف يعني ينظر إلى هذا المكان السياحي الجميل يلتقي بالخطاطين الدولية الخطاطين من دول العالم من العراق من سوريا من مصر من أفغان إذن هي معارض معارض للخط العربي تقام هناك وتقام على همشة مسابقات لا المسابقة الحال والمعرض يعني المعرض بوقت معين المسابقة بوقت معين المعرض غالبا بيكون بشهر خمسة وشهر ستة بنفس الموقع تقام المسابقات يعني نحن نختار أكثر من المكان حسب المتاح والمتوفر وحسب الإمكانيات المتاحة السنة إن شاء الله فيه دعم إن شاء الله جيد وممتاز من وزارة الثقافة الدعم الرئيسي لملتقى العقبة مشكورين وهناك تأكيد هذا العام على أنه يكون متميز أكثر وهو تنفيذ لرؤية جلالة الملك ولي لحد هذا الأمر وسلطة العقبة أيضا أكدوا لنا إن شاء الله بالدعم للملتقى حتى يليقوا إن شاء الله سيكون وهو حاليا مدرج على برنامج ثقافي قوي في العقبة لمدرية ثقافة العقبة مدرج قوي هذا الملتقى فيحضر الخطاطين والرسامي والفنانين التشكيليين من كل الدول نعم ويتم تنسيق لهم هذا البيت الدافئ في العقبة البسيط لكن محب والعقبة تفتح ذراعية لكل ضيوفها وترحب بهم يعني ونرجو الله أنه يعني يكونوا مستمتعين ويعني نتلمس من خلالهم بعض الخبرات وبعض المشورات وبعض النصح وردود الأفعال حتى نطور أنفسنا أكثر وانطباعهم غالبا يكون يعني حسب ما يقوله انطباع جيد وذليل طلبهم للمرة الثانية أو الثالثة للحضور جميل حضرت قلت أنه هناك أغراض أو أهداف سياحية من إقامة الملتقيات في الخط العربي للخط العربي في العقبة نعم باعتبارها ميناء وهناك تشجيع من الدولة للجانب السياحي هل هيئة السياحة تشترك مع وزارة الثقافة في التنسيق لهذه المهارة الجميع يعمل في وطيرة واحدة لكن هناك تخاصية يعني وزارة الثقافة متخصصة يعني في هذا الموضوع أكثر وهي داعم أكثر والسلطة أيضا سلطة العقبة داعم أكثر ومجتمع المحلي أيضا فيه فنادق بتكون فيه وناس كثيرين شاركونا وإحنا معانا أيضا شركاء من خارج الوطن مؤسسة أرسيكا أيضا مشارك وإن شاء الله العام هذا سيكون من الحضور بإذن الله إن شاء الله أرسيكا نعم ما هي المؤسسة اللي هي المنبثقة هي مؤسسة منبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تعنى بالخط العربي وتقيم أقوى مسابقات للخط العربي في العالم وهي مقرها في إسطنبول وقديما بدأت في أول المسابقات ومستمرة ويعني تكاد تكون أقوى المسابقات يعني هل شاركتهم في معارف إسطنبول للخط العربي هي مسابقات نعم هي مسابقات أو مسابقات هي المسابقة التي أنت تختار فيها النص وتكتبه وترسله نعم على النمط القديم اللي يمشوا عليه يعني بنفس الاتجاه ما في تغيير عليه نعم غير عن مسابقة العقبة مسابقة العقبة كتابة مباشرة أمام الجمهور نعم وكأيضا مجلة حروف عربية مركز الكويت أيضا من الداعمين هناك جهات كثيرة بصراحة يعني تقف مع ملتقى العقبة ربما للنجاح يعني لا أستطيع أن أقول أكثر من هيك لكن يعني ملتقى العقبة من أي دول إذا أردنا أن نحصي مشاركة الدول العربية أو دول الإسلامية وإسلامية وأيضا هاي دول شاركت فيه في هذا الملتقى يعني الهند شاركت من مصر من سوريا من فلسطين نعم من العراق من تركيا من لبنان من الكويت من البحرين من عمان من السعودية نعم من كل الدول تقريبا ويعني نحن نجدد من اليمن نعم نحن نجدد يعني كل فترة فترة حتى أصدقائنا المشاركين من الخطاطين وجههم كل التحية والاحترام كانوا يعني داعمين حقيقيين الملتقى إما بحضورهم أو بالنصائح أو بما يعطوه من محاضرات ولقاءات مع الخطاطين حتى يصير دمج جميل بين الخطاط الأردنية أو الضيف مع الضيف نعم فهناك لقاءات جميلة جدا يعني تؤمن المعرفة الجميلة وتشارك في الخبرات ويعني الأعمال نعم نعم يعني نكتر يعني نوجز بأنه مهرجان الملتقى حاضنة للخطاطين قدت لي هناك مشاركة من الهند نعم هل يوجد مدارس الخطة العربي في الهند يوجد خططين نعم في الهند في الخطات قوري نعم صديق لنا أيضا شارك وفي خطات أثانية أنا أنسى هل يتحدث العربية يتحدث العربية نعم نعم هو لغة الإنجليزية أكثر نعم لكن يعني عنده ويكتب نصوص عربية جميلة نعم نوجه له تحية ملم بكل أشكال الخطوط العربية يعني هو على دراية فيها لكن هناك تخصص حتى في الخط العربي للعربي نفسه نعم يلم بالخطوط وبموازينها لكن التخصص المتخصص بتميز يعني فأغلب الخطاطين متخصصين بخطوط معينة يعني مثلا النسخ مع الثلث نعم الدواني والرقع الجلي دواني والدواني والرقع الفارسي مع الرقع يعني هذه الخطوط غالبا خطاطين يحبوا انهم يكونوا خطين او ثلاث متميزين اكثر حتى يعني الخط العربي مش سهل انه الوحد يجمع كل الخطوط جميل الزخرة في الخط العربي يعني مريد ان تحدث عن هذا الجانب هل لها معايير خاصة ام كل خطات يستطيع ان يزخرة في الخط العربي هنا بالنسبة للزخرة الزخرة هي مكون اساسي في اللوحة هناك اكثر من رؤى حول الزخرة في رؤى يعني تطلب ان تكون الزخرة او يعني مدرسة تحب الزخرة البسيطة السهلة التي لا تطغى على الحرف او مكون اللوحة نفسه وهي الجملة او العبارة او الاية او الحديث المكتوب حتى لا تطغى لانه الزخرة ان زخمها كان كبير تطغى على المحتوى هناك ناس يعني او خطاطين او فنانين يعني بيعمل الزخرة بشكل قوي والخط ايضا بشكل قوي فتصبح هناك يعني شبه تماثل وفي لوحات فقط زخرة بدون خط عربي زخرة هو لوحات جميلة وهنا يعني نذكر انه في مهرجان العقبة تم الاستدعاء يعني او طلب مشاركة من المزخرفين بزخرف فقط وفي ايضا شارك مزخرفين يعني ليس بالضرورة ان يكون خطاطا ليس بالضرورة مزخرف فقط نعم نعم ليس بالضرورة وهذا شيء جميل عندنا احنا مزخرفات قويات طيب كيف يستوعب قواعد الخط العربي هو بالاساس نوعين قد يكون خطاط ويعني متمكن من الزخرف ولكن بحد معين وقاد واغلب الخطاطين يعني المتمكنين بقوة يحب غير ان يزخرف له لانه هناك تخصص بالزخرفة فيحتاج ان اللعوحة تكون اقرب الى الكمال وقوية بزخرفتها وبخطها نعم فيطلب من مزخرف فيستطيع ان يزخرف الخطات العادي يزخرف لكن زخرفة عادية قليل من يجمع الزخرف مع الخط بنفس القوة فيحتاج انه طلب من مزخرف متمكن حتى اللوحة تكتمل اركانها حتى ايضا الاطار او الترواز يكون متناسق مع الالوان والشكل وسماكة الحرف والاطار الخارجي هذا كلها تعتمد يعني كثير على نجاح اللوحة جيد حضرتك تعطي دروسا في الخط العربي يعني كيف ترى الاقبال على دراسة الخط العربي ما هي الفئات التي يعني تقبل على هذه الدراسة اولا الخط العربي مثل اي نعمة انعم الله بها على الانسان عليها زكاة من زكاة الخط تعليمه يعني الانسان الذي يمتلك مال يزكي الذي يمتلك قوة ذهنية يزكي الذي يمتلك حضور يزكي وهذه زكاة الجمال زكاة المال زكاة الفن تعليمه فيوجد يعني عمرين بالدروس هناك دروس مع أخوذة الأجر وغاربا وجور بسيطة هناك دروس اللي هي زكاة العلم هذا يتقدم في المماطق أو في الجمعيات والمراكز والمساجد والأندية يعني للطلاب ويجتمع الطلاب يعطيهم الأستاذ الدرس وتكون الإقبال عليها جميل الدروس المدفوعة الأجر غالبا يأتي إلى الشباب أما الدروس المفتوحة بالمجان أدى عليها كثير من الناس فعات مختلفة فعات مختلفة شكرا لك الخطات الأردني أحمد أمين على هذا الحوار الممتع والتطواف في رحاب الخطة العربي حفظك الله أستاذي وبرك الله فيكم شكرا للقناة الجميلة ذات الرائحة الفنية العطرة شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعبة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستوديكم الله والسلام عليكم شكرا لكم